اللي خلى زي ما حالك قلت إنه الناس ما تحسش بغياب طريق حامد ما تحسش بغياب لعيبة كتير مشت أشرب بن شرق ونجم حتى أبو جبل تقلق تحديداً لعبين الشباب وبدأ الكلام على فكرة إنه هم كانوا فين دول ماهو برضو الشباب دول فيه اللي عنده 22 سنة فيه اللي عنده 23 سنة فيه اللي عنده 20 سنة ماهو دون مش شباب قوي يعني يعني دون المفوت كانوا موجودين في الفريق الأول من بدري ليه دايماً يا كابتن محمد مافيش جرأة في الدفع بالشباب ماهو أنت ماهو أنت هنا إزدى مالك اضطر لا أيه ماشي بس ماهو ما أقول لك أنا عندك بس طوله عفوقت مش كويس الراجل كارترون ماكانش مركز هو جاي جاي عند في المستاذ المرتضى وأنا وأنا واصلتك في الكلام ده وبصم لك على عشرة ماكانش جاي في الفترة التانية إنه يخضي بنفس زمالك بدليل إنه هو لو في الفترة الأولينية مع مرتضى مرسور كان عامل نتاكويس إيه اللي خلاه ما يعملش نتاكويسة وعنده نفس اللعيبة تقريباً يعني وعنده بعض الشباب اللي طالعين اللي حنقول وقتها ماكنش فيه أي حد ما ديما عارفهم فلما لعبوا يتعرفوا بس هما لعبوا في وقت صح في أوقات صح بدل ما هم يشيلوا الفرقة لقوا اللعيبة كبيرة شالتهم فالروح جات من هنا يعني لما شيكابالا يشاور على يوسف نبيه أو حسام يجيلوا وينطوا ويشيلوا ما كانش بتحصل دي قبل كده صح شيكابالا نفسه شيكابالا نفسه فكرة الرضا على فكرة ما يبقى لعدك وانت في وقت انت شايف أنا شيكابالا وشايف أنا أقول لحظة غير بيلعب هو تقضتهم كتير في حاجات أنا عشرت شيكابالا غير صحيحة أولها مثلا لو ملعبش يزعل عمره أولا هو بيحشق ناد الزمالك وهو كانت تنزفها متحمس أولية لكن النطج اللي وصل لي شيكابالا شيكابالا ومش عايزة أقول إن شبع فما تفرقش معاه إن يزعل قدم هو يحب إن هذا الزمالك يكسب وبعدين يعني أنا آسف الناس هنتوا كتير في الجماهير في بعض المطشاط فسكت معنى إن سكت ما كانش كده الأول صح حصل فيه نطج زاد إن أمير أنا بقول وأنا واسك في دي مع فرير شاركوه في المسئولية إن هو كابتن تيم آه دخلوا المسئولية بس مش فني أنا فيه إنت مش مجرد لعب أيوة حافظ على النظام الفريق اللعيبة تبقى ملتزمة يعني الحاجات اللي هي بتاعت الكابتن واللي ناس بتعرفوش إن شيكابالا لو تميش ساعة خمسة يروح نالي ساعة واحدة بيقعد ويكلم اللعيبة يقض اللبس يعني اللي هي مهمة جدا في كل فرقة صح فبقى هو المسئول هنا والمسئول هنا وهم الناس كلها بتحبوا حتى الأولاد الصغارين يعني فبقى الأب الروحي بتاعهم اللي ممكن يحلي مشاكلهم فمن هنا حصل الود اللي حضرتك شايفه في الشاشة اللي جي نتيجة إن الزمانك بيكسب